هذا وتواصل مملكة البحرين جهودها في التصدي لفيروس كورونا مؤكدة أن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين يأتي في طليعة الأولويات مملكة البحرين مستمرة في تنفيذ كافة الخطط والمباررات للتعامل مع فيروس كورونا في كافة مراحله ومواكبة جميع تطوراته من أجل مكافحته بالشكل الصحيح وفق مراحل التعامل مع الفيروس بما يحفظ صحة وسلامة الجميع حيث إن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين يأتي في طليعة أولويات كل المراحل قطعت المملكة شوطا كبيرا في مواجهة جائحة فيروس كورونا وحققت نجاحات متتالية من خلال وعي المجتمع الذي هو دائما مصدر قوة في التصدي للجائحة ومواصلة النجاح الذي تحقق في كافة مراحل التعامل مع الفيروس ما يتطلب التزاما من الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشاره كما يستوجب المبادرة بالتسجيل لأخذ التطعيم المضاد للفيروس بما يسهم في حماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة وذلك نظرا للأهمية التي يمثلها أخذ التطعيم في وقاية الفرد لنفسه وأسرته ومجتمعه هذا وتواصل المملكة تعزيز كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة والبناء على ما تحقق بنجاح في التعامل مع الفيروس الذي يستوجب تضافر كافة الجهود الوطنية المخلصة للالتزام بهذه الإجراءات بما يسهم في حماية الجميع